واخيرا وبعد طول انتظار جبت الميكرويف اللي كان نفس فيه وولادي كل شوية يزنوا علي يا ماما والنابي يا ماما هاتلنا الميكرويف وانا اقول لهم يا ولاد ماينفعش اصبروا علي شوية لا يا ماما والنابي لجيبنا الميكرويف ساعات بعمل الاكل وبسيبه وانتو طبعا عارفيني ان الجو شيته وكده ساعات بيحتاجوا ان هما يسخنوه بيبقوا في الدروس لان انا بعمل الاكل طبعا بيروحوا بقى الدروس ويجوا كل واحد في مواعيد مختنفة كل واحد من الولاد يعني في مواعيد مختنفة فبيبقوا عايزيني الاكل دايما سخن فرحوا علي وقالولي بقولك اماما هاتلنا ميكرويف وملكش دعوة بقى انت بقى عايزة تروحي مشوار انت نايمة احنا نيجي عزلنا نسخن الاكل ده هيحللنا المشاكل وبما ان ان احنا ستات شطرين فانا ما بحبش نجيب حاجة غير لما اجربها فروحت بقى عامل ريفيو كده سريع عن النت وعرفت ان ده ايه واحد صاحبتي كانت جايباسة وقالتها برضو وبعد الروفيو قالت لي ده انا جايبابة قالي ست سنين ويا حلو جدا محتاجش ما شاء الله يعني ولا صيانة ولا اي حاجة وشغال معاها وقالت لها نوع ايه قالت لي نوع سمارت فانا جبته النهاردة اللي هو تلاتين في منه الخمسة وعشرين وفي منه التلاتين طبعا مش هقولكو اي حاجة دلوقتي غير لما اجربه هنفتحه مع بعض وهشرحوا كده شرح سريع بس بعد كده هعملكو روفيو كامل عليه وكل حاجة استنوا بقى مش هو بس زوره اعادت اجيب شوية حاجات كمان هوريكو كل المشتريات وبعدين هنفتح ده مع بعض ده كده اول حاجة اهو وجبت القطع دي القطع دي عاملة ستين جنيه جبت الصفاية بتاع المعالي طبعا وجبت ده اللي بيعمل لقمة القاضي ليه ايه بقى انا طبعا كان بتقابلني مشكلة كبيرة لما كنت باجي اعمل لقمة القاضي عشان التشكيل فده انسب حل تحط العجينة هنا وتشكلي بقى في دايرة من هنا اهيه وتشكلي بيها على طيب ودي طبعا صفاية المعالي ازاي ما قلتلكم اهيه كان عندي كازة مصفة بس اجهب صراحة ولايتها بعشرين جنيه بصوا بصوا الفوت دي بقى لا غن عنها في المطبخ زي ما انتم شايفين كده فجبت منها دي كده كبيرة دي كانت عامة خمستاشر جنيه دي كبيرة كل دي فوتة طبعا شكلها حلو جدا وجبت كمان الفوتين دول مع بعض كانوا عاملين عشرة جنيه وجبت الفوت الصغيرة دي برضو للمطبخ كانوا علينا اربعين جنيه انا بستخدم في وقت كتير قوي قوي في المطبخ طبعا الوان عادي اقول لكم بقى اصلا اني انا ايه انا كنت داخلة المحل بالنسبة للادوات المنزلية مناش دعوة بالميكرويف دا دلوقتي كنت داخلة والله العظيم عشان اشتري مقاشة رجل عنده حاجات حلوة قوي كنت لسه عايز اجيب حاجات بس بصراحة شامت دي العربية اتملت لاني كان معي صاحبتي وكنا بنجيب برضو انا وهي حاجات فطبعا قلنا لأ مش هينفع بقى عايزين يوم تاني مناديل مطبخ مناديل مطبخ ما بنستغناش عنها وطبعا السلك ده بنا مش عارف انا بستخدم الحاجات دي او انتو زي كده بتستخدموا السلك كتير بتستخدموا فوت المطبخ كتير بتستخدموا المناديل ولا انا ايه دول تلاتة كده كانوا عاملين عشرة جنيه ايه ده لا خمستاشر الرجل ضحك علي المفروض دول بعشرة وده المناديل كانت عاملة سبعتاشر جنيه كده دي كل المشتريات بتاعتي لنسبة بقى للمايكرو ايف انا هعمله في الفيديو تاني عشان اقول لكم طريقة استخدامه وكمان هنعمل وصفة فيه قدامكم ونجرب بقى ونشوف لاني في حاجات كتيرة جدا فمش هينفع ان انا اقولها لكم نفس الفيديو لو لسه بقى ما اشتركتش في القناة حلوة عشان احنا هنعملوا حاجات كتيرة ان شاء الله في اليومين الجايين انا جايبة المقاشة اهو تمام يعني هنعمل شوية روتونات كده وتجديدات في البيت اعمل اشتلاف اعمل اشتلاف انزلي تحت كده هتلاقي في علامة حمرة دوسي عليها وفعل زن الجرس عشان لما انزل كل لا بقى كده جدير عشان لما انزل اي فيديو جديد يجي لكم اشعار بي اشترككم على خير في فيديو جديد